ليس غريباً هذا التوقيت المتوالي للمأساة الفلسطينية التي تريد الإرادة الصهيونية تمس قضيتها وحقها في العودة وإقامة دولة بعد النكبة في أيار عام 48 والنكسة في حزيران عام 67 تريد حكومة نيتنياهو تسجيل تاريخ جديد هو تموز 2020 ليكون بداية ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية ثلاثة سيناريوهات محتملة توضحها صحيفة ميدل إست آي ستكون لها نتائجها الكارثية أولها يقضي بضم جميع أراضي المنطقة جيم بالضفة الغربية التي يسيطر عليها الاحتلال ويشمل ذلك غور الأردن وجميع المستوطنات غير القانونية التي تضم حوالي 400 ألف مستوطن صهيوني السيناريو الثاني يشمل ضم غور الأردن إلى الكيان الصهيوني وهو منطقة استراتيجية للغاية وغنية بالموارد يقضنها حالياً 56 ألف فلسطيني وأحد عشر ألف مستوطن صهيوني بينما يشمل السيناريو الثالث المرجح حتى الآن ضم الكتل الاستيطانية الرئيسة التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي 85 ألف مستوطن صهيوني وبالنظر إلى هذه السيناريوهات الثلاث فإن الضم سيؤدي إلى فصل أجزاء كثيرة من الضفة الغربية عن القدس المحتلة وبيت لحم وخلق جيوب صهيونية في قلب أي دولة فلسطينية مستقبلية لكن ماذا عن مصير فلسطينيين في هذه الأجزاء فعلى عكس سكان القدس والجولان لن يحصل فلسطيني الأراضي المهددة بالضم على أي حقوق مدنية حيث سيعيشون في تجمعات معزولة تحكمها السلطة الفلسطينية وتحيط بها أراضي صهيونية فلسطينيا لم يبقى الغضب مكبوتا في الصدور حيث تبدو غزة على أبواب انتفاضة شعبية بينما هدد رئيس السلطة محمود عباس بإنهاء جميع الاتفاقات والتفاهمات بما فيها اتفاقية أوسلو التي اعتبرت أصلا ميتة منذ اغتيال عرفات على المستوى الأمريكي يبدو أن آراء مسؤولي إدارة ترامب لم تحسن بعد ففي حين يدفع سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني ديفيدي فريدمان بقوة نحو إعطاء الضوء الأخضر للقرار الصهيوني فإن قرار الضم من شأنه أن يقتل أيضا صفقة القرن التي أعلنها ترامب